أصوات ولكن غالبا تتكلموا على الطريقة التي تكون حاضنة وللأسف الأباء ستتنقصهم شيئا دي الأخوة شيئا دي الشهامة والمرؤة طبعا أنا ما تنعممش ولكن كان للأسف نتكي نساوي بإنه هدوك أولادهم إنه خس الناس يعرفوا الرجال يعرفوا بإنهم محكرة ما كتحكمش عليك تعطي المرأة حتى شي حاجة لا كتحكم عليك تعطي المرأة اللي كتحكم عليك تعطي المرأة هو 100 درهم أو 200 درهم للأجر الحاضانة يعني كتخلص على ذلك الحاضانة 100 درهم أو 200 درهم في الشهر يلي غدا تعطي المرأة طريقة ديالك إذا الأساسي كله ليه خمس مية درهم أو ألف درهم أو ألفين درهم أو تلتلاف درهم لحسب الدخل ديال الزوج والدروف الأخرى أو المعايير الأخرى باش كتحكم المحكامة إذا نرى ما كان عطيت تشي حاجة لهذا المرأة إذا نرى فكره في ولداتكم وحيث للأسف في المساطير شحال من راجل كي ينضم العسر دياله كي يخرج من الخدمة باش يجيب شهادة بينام ترد من العمل أو إلا أبواتائق مزورة ويجعل المراكة تمحن باش تبت بينام واش واعي بالله عندو سيارة فخمة وعندو فيلا فينساكن وعندو دخل مهم وكي يجي كي يقولوا ما كانش تسالف درهم أنا حرام هاتش هذا أنا مني تنقول هاتش هذا لا تنتكلم عنها من باب المروء أو الرجولة المسؤولية ما شي أنا تنحقد على الرجال لا خصوم يعطيهم لا ولكن يكونوا حقانيا هدوك ولداتهم خصوم يعطيهم ذاك شي لتي تستحقوا باش يكون هو مرتاح على ولداته إذن ملكت دوز عام من طاريخ باش حكمات المحكامة عند الزوجة عند طريقة الحق أنها طلب مراجعة النفقة وطبعا هذا الحق عند طريقة أيضا إذن كتقول مثلا كان كي يقولك هو معسر ما كانش خدام هانا كنجيب داشت باشه هذا بأنه اشتغل هاتستي كانت يقول بأنه عندو بزاف دي الممتلكات ولكن ما كانت يدخل منه متاشي ريال هنا للمحكمة خصوم الناس يعرفوا بأنه عندو سبعا دير الشقق إلى خاوين لا ما كانت تحكم شاية المحكامة تقول له هادو كاريهم وخاكت دليل المراكة تقول له هوا سبعا دير للرسوم عقارية كيملك شقق هادو ما دخلينش في الدخل إلا إلا كانت يعطيهم هما مضر للدخل يعني كان كاريهم تخصها تبت هادو المعلومة بمعاينة أو بإن درسي جوابي لهادوك المكترين تيقولوا يا سيدينة كريمة عندها تسيد ومسانة كذا كذا إلا اليومين هادا واش حالك تخلص سوما الكرة إياه وهل من كنعطيها إلى آخره إذن من كي تجي عنده واحد العنصر جديد من هذه العناصر تيمكن لها الطالب بالمراجعة ابتداء من من كتدوز سنة على الحكم بالنفقة طريق باش حكمات المحكامة تيمكن لها الطالب مراجعة النفقة وطبعا ما شغل الدخل اللي كيكون فيه تغيير حتى الوضعية دير الدراري كيكونوا كيقروا في في كيقروا في الحضانة دير الدراري صغار خمس سنين ربع سنين ماشي ومن الولد كي يدير كياخذ البكالوريا وغاديمشي يقرع على برا سيفتو يقرع على برا مثلا أو غاديدير سيك السيك العالي هنا في المغرب يمكن مصاريف أكتر تيمكن لها أيضا طلب بالمراجعة غي هو الأب تيخصوا يعرف واحد حاجة من لكي تزوج راكي تزوج راكي تزوج راكي يتمتع راكي تزوج حيث كينا المسؤولية راكي أول حاجة تيخص إنسان في قفايا المسؤولية طبعا إذا كانت المتعة وللأسف في وقتنا الحاضر صعيب نتكلم عن المتعة في الزواج باش ننخلوش نكذبو على بعضياتنا تقيت شوف فيه شوفة ما هي يعني المسؤولية هي اللي كتجي بالدرجة الأولى إن إنسان خصو يبقى مسؤول إلى آخر لحظة زوجنا وإحنا فرحانين نهار نطلقو بلاد باز بلادك درير ما يتفعل التمن دي لهذا الشي هذا ويتكرفسو ونخرجوا درير معقدين ونخرجوا درير مراد وضعاف وكي تعطوا الإجرام تعطوا المخدلات بسبب هات الشي هذا حيث ما عندوش توازن ما عندوش واحد لطمئة إننا ما عندوش واحد الأمان إن نفروا لهالوليداس هات الشي هذا وخانت فارقو ولكن نعطي الوليداس باش يعيشو وباش يقراو باش حال موح تيكون كيخسر على ولدو عشر آلاف وخمستاش آلف درهم في الشهر وملي كي يتلق تيقول لهم أنا ما عنديش أنا أنا نعطي آلف درهم كيف هاش هذا الشريف كيف هاش هذا القضيات دي مني كنتي عايش معهم كتخلص لا راه دايو المسؤولية خصتكون استمراري يا دك الولاد باش يكبرو حتى يوصلوا ديك ساعات تقول أنا صافي ما بختش انتهت المسؤولية ديلي